إلى تفاصيل مجددا أهلا بكم أعلن مناسق توصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان ديندار زيباري عن إعادة العمل بصندوق دعم المشاريع الصغرى وفق قانون جديد خلال العام الحالي وقال زيباري خلال مؤتمر صحفي أن صندوق دعم الشباب والعاطلين عن العمل والمشاريع الصغرى توقف بعد عام 2014 والآن تجري مناقشات حول إعادة إحياء هذا الصندوق بعد صياغة قانون جديد له ليشمل ليس فقط المشاريع التجارية بل الأعمال المنزلية أيضا كالخياطة والنجارة والأعمال اليدوية وأضاف ناقشنا الأمر مع رئاسة إقليم كردستان وحكومة الإقليم وتقرر إعادة إحياء الصندوق وسيتم تفعيله خلال العام الحالي وبين زيباري أن قروض المشاريع تبدأ من مليونين ونصف المليون دينار إلى خمسة وعشرين مليون دينار ويتم تسديد القرض بأقصاط شهرية بعد سنة من استلامه ترجمة نانسي قنقر